نشرة الظهر مستمعين الكرام أهلا بكم لنشرة الظهر من الإدعاءة الوطنية انطلقت اليوم فترة قبول الطعون في نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لتتواصل على مدى ثلاثة أيام الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المصري بعد ما تم الأعلان على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لفنة 2024 بتاريخ 7 أكتوبر وبعد ما تم تعليق قرارات الهيئة بمقارات الهيئة كما يقتضي القانون الانتخابي باتباعة الحال باش تتفتح الأجال متاع الطعون بداية من اليوم لمدة ثلاثة أيام باتباعة الحال إذا ورد الطعون خلال هذه المدة القانونية المحدة بثلاثة أيام لأنه من حق المترشحين القيام بطعن لداء القضاء العدلي يعني محكمة الاستعناف ومحكمة الطعقية باتباعة الحال ننتظر مقال متاع الطعون هذه لمدة تقريبا ثلاثة أسابيع إذا كان باش تكون بطوريها الابتدائي والاستعنافي وباتباعة الحال إذا لم ترد الطعون خلال المدة المحدة متاع ثلاثة أيام مباشرة هيئة الانتخابات تصدر وتصادق على النتائج النهائية بصفة رسمية وقرار متاع النتائج النهائية بعد أمضائه بذات الحال يقع إرساله إلى مجلس نواب الشعب وكذلك إلى الغرفة الثامية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأنه يقتضي القانون وأنه رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الغرفتين وكان رئيس هيئة الانتخابات فروق بعسكار علن أمس فوز المترشح قيس سعيد من الدور الأول في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول بنسبة 90.69% وبالأعلان عن النتائج تنطلق عهدة رئاسية جديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لفترة خمس سنوات وفق ما يحدده الدستور الذي يضبط أيضا صلاحية رئيس الدولة فما هي الصلاحية رئيس الجمهورية وأبرز الأولويات في الفترة القادمة أحلام الجسمية عهدة جديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد يتواصل خلالها رفع عديد التحديات يعتبر المحلل السياسي بولبابا سالم أن الأولويات فيها تتعلق بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي وملفي الفساد والهجرة فضلا عن العلاقات الدولية أهم هذا التحديات هي التحدي الاقتصادي والتحدي الاجتماعي كذلك على مستوى الخارج لا ننسى أن نسبة النموذ تعتبر ضعيفة 1% خلال الربع أول من الأنسان الحالية نسبة الفترة في حظوظ 7% آخر تقريب مع الوطن الحساب إعادة عجلة الانتاج من الجديد تفعل استثمارات الداخلية والخارجية بناشى حركات كبيرة يعني المستوى الخارجي خاصة مع دول الجوار جزائر وليبيا خاصة عن المستوى الطاقة فتح نوافذ التشغيل أمام الشباب وفتح الأفاق أمامهم طمأنة المستثمرين إعادة الإنتاج السروة من جديد وهذا طبعا يكون أساسا بالحوكمة بمكافحة الفساد أعتقد أن أهم تحدي أمام الرئيس خيس سعيد هنا للقضاء على الفساد هو رقمانة الإدارة كذلك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في كل القطاعات دفع المشاريع المعطلة على المستوى الدولي هناك مسئلة مهمة بدأ فيها الرئيس خيس سعيد تنويع الشركات الاقتصادية مع دول أخرى مع الصين مثلا مع روسيا مع الهن كذلك التحدي الكبير هو مسئلة الهجرة لا بد متيجات حلول جذرية وللتذكير فإن رئيس الجمهورية وفق صلاحيات التي يضبطها دستور 22-2000 هو الضامن لاستمرارية الدولة يضبط السياسات العامة ويحدد الإختيارات الأساسية والساهر على الوظيفة التنفيذية بمساعدة الحكومة حسب ما يوضحه الباحث في القانون العام ناجح سالم رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة هذه صلاحية الأولى صلاحة الثانية رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه وهو الضامن أيضا لاحترام الدستور والقانون في الدولة التنسية يسهر على السير العادي للسلطة العمومية كما يضمن استمرارية الدولة رئيس الجمهورية سلباب الرابع من دستور 25 جويلة 2022 وبذلك في الفصل المياه منه يضط سياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية تم يعين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها رئيس الجمهورية أيضا يتيح له دستور 25 جويلة 2022 سلباب الرابع إنهاء مهام أعضاء الحكومة فترة رئاسية جديدة لمواصلة البناء ينتظر خلالها المواطنون إنجازات حقيقية تستجيب للانتظارات خاصة منها تحسين المعيش اليومي والنهوض الاقتصادي في سيق نخار دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كفة البحار الذين يعثرون على سمكة الأرنب السامي لعدم المجازفة باستهلاكها والتخلص منها وإطلافها على الفورة الاتحاد وضح في بلاغ نصدره أمس أن هذه السمكة تمثل خطرا على الإنسان لما تحتويه من مواد سامة نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين المكلف بصيد البحري صالح هديدر تمثل خطر وهي سامة على صحة المواطنين حاجة أخرى باش ننبه ونزيدوا النبه هي تفرز سموم معناها من الكرش انتاحها راهي وخطيرة احنا باش ننهولوش الأمور لكن نلزمها نقولوا النبه للمواطنين باش ما يستهلكوهش وتأتي التوصيات هذه أثر ظهورها في سواحل المهدية وهذا نتيجة تغييرات المناخية وهذه نوعا من الأسماك المنتفقة شكلها شماشي بالطول ولها نقاط سوداء على الظهر انتاحها ثم شريط فضي على جانبين من جالب منه وجانب منه رأسها كبير شوية نسبيا والفم انتاحها صغير أطلق عليها اسم سمكة الأرنة بيسبب الأسنان انتاحها والجلد انتاحها كالأرنة حصيلة البحر الأحمر ميش لما نهى البحر الأبيض المتوسط ظهرت في البحر الأبيض المتوسط سنة 2003 وظهرت كيف كيف في تونس في البحر نتاحها 2010 أو في السابق راهوا كنا ونبهنا كنا أي حاجة جديدة صيد جديد ما هوش مألوف به وما نعرفهوش يرغبنا نشوف البحث العلمي ونشبش ننجموا فيستهلك المواطن ونبيعوها في الأسواق اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس نقطة من النقاط التي ترهن عليها وزارة التربية في التعليم وقد بدأت بعض المندبيات التربوية في بعض الجهات اعتمادها في انتظار تعميمها في مختلف المؤسسات التربوية كوثر العرق بيأتبعة الموضوع مرة أخرى يعود الحديث عن تعميم نظام الحصة الواحدة في كل المدارس العمومية بعد نجاحها في بعض المؤسسات التربوية وبين استحسان وتخوف بعضهم من المخاطر التي قد تواجه أبنائهم في غياب رقيب تراوحت الأرأو النقلة شوية كيفية شوية؟ صباح ولا سيء؟ لا سيء ساعتين وصباح ساعتين لابنش فكرة تعيبة خدت تلميطة عنده لنتبنية وعنده تلجو كالهاج وذي يا دروس مش شد وانتي مصباحة يا شيخي يخل العشية كمشي وقت كمشي بشي روى خير من الناحية أنه الأولياء الكل يتنظموا ما يبديوشا وما يقاوك المشكل متاعك ليبشي خلي صغيري العشية والكل ما يزمن خمه بعد كل وقت ذاك الفضاك العشية الكل توقيت الموحد نشجع عليه عليش على خاطر الصغير كي عادي مع الكيمة في المدرسة لوح تعب على الخير يرجع ضوء الفقافة كي نقبل ميديا الرسم المندوبية الجهوية للتربية بمدنين من المؤسسات التربوية التي اعتمدت تجربة التدريس بالحصة الواحدة تجربة وصفها المندوب الجهوي للتربية للمساعد بالإيجابية تجربة مثل ثلاثة مؤسسات تربوية بعد تجربة سنة الفارطة والتقييم السنوي للعمل خلال بنظام الحصة الواحدة تبين وجود العديد من الإيجابيات تتعلق أساساً بالجوانب البيداغوجية وكيف أيضاً الحياة المدرسية وسلوكية وهذا في علاقة بالنقل المدرسي حيث أن تحقق نتائج أفضل هذا من جانب المعرفي البيداغوجي كيف أيضاً على مستوى تلانبا تم إمكانية أن يتم تكون داخل مؤسسة تربوية وبالتالي التخفيف من عملية خروج ومخارج مؤسسة تربوية وتعرض من المخاطر أيضاً الحصة المسائية في المؤسسات هذه تم تخصيصها سواء كان للعشرة التقافية وبالتالي أعطاء الحياة المدرسية البعد الحقيقي اللي هو بعد إيجابي في طار التوازن نفسي يحق إنتاج إيجابي على المستوى المعرفي لكيف أيضاً للدعم المدرسي من خلال توظيف التوقيت هذه المسائية ثلث التعم وغيره إذن على المستوى للتقييم الأول سنة الفرد كان تقييم إيجابي يذكر أن نظام التدريس بالحصة الواحدة يقوم على ست ساعات تدريس فهل يعيد نظام الحصة الواحدة الروح للمدرسة الأممية؟ نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان في آخر المسجدة الميدانية في لبنان أفادت وسائل علامة عبرية اليوم بإطلاق وابل من الصواريخ يزيد عن مئات صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكة بالتزامن مع خطاب نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني ناعم قاسم وفي وقت علن فيه الجيش الإسرائيلي عن عمليات برية محدودة جنوب لبنان من جانبه تحدث الجيش الإسرائيلي اليوم عن رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخ في لبنان على مدينة طبرية ومحيطها في شمال البلاد دون التمكن من اعتراضها وكان نائب الأمين العام لحزب الله ناعم قاسم أكد صباح اليوم في كلمة له أكد ثوابت المقاومة اللبنانية وتماسكها وصمودها على كافة الجبهات في مواجهة الكيان الصهيونية حتى تحقيق النصر تقرير ناجي بن جناتع إثر استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نشر الكيان الصهيوني الأكاذيب وبث المزاعم حول النهايات المحتومة لحزب الله وأن استشهاد نصر الله أوهن عزائم عناصره وأنصاره وأضعف جبهتهم حسب قول حكومة الاحتلال لكن الواقع فند هذه الأراجيف الصهيونية وأثبت أن حزب الله مزال قويا فاعلا على الجبهة اللبنانية الصامدة شأنه في ذلك شأن المقاومة الفلسطينية وعلى كافة الجبهات المتماسكة من أجل النصر مثل ما أكد اليوم نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المقاومة والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمتهم مهما كانت التضحيات نحن أعلننا جبهة المساندة من لبنان هذه الحرب لن تمس بإرادتنا وتصميمنا على المقاومة والمواجهة إمكاناتنا بخير وما قاله العدو عن أنه طال إمكاناتنا وهم الحل الوحيد بالنسبة إلينا هو المقاومة والصمود نحن نفق بالنصر بثبات المقاومة نحن أهل الصمود سنهزم إسرائيل إن شاء الله التاريخ في فلسطين ولبنان أكد دائما أن المقاومة لا ترضخ ولا تضعف لمجرد استشهاد رموزها وقادتها بل هي فكرة الراسخة تنتقل من جيل إلى آخر لأنها معركة كرامة ووجود وحق مشروع وفي فلسطين ارتكب الاحتلال الصهيونية اليوم ثمانية مجازير في قطاع غزة راح ضحيتها ستة وخمسين شهيد ومئتين وثمانية وسبعين مصاب خلال الأربع والعشرين ساعة وفق وزارة الصحة في القطاع بالأثناء تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في الخارج خالد مشعل بأن تنهض الحركة وتستعيد عافيتها رغم الخسائر التي تكبدتها خلال عام من الحرب مع إسرائيل مؤكدا أن حماس تواصل تجنيد المقاتلين وتصنيع الأسلحة وديبلوماسيا طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولية بتنفيذ وقف حرب الابادة وتحقيق السلامة من جهة أخرى قالت إسرائيل على لسان أحد مسؤولها أنها سترد على هجوم إيران بطريقة لا تؤدي لحرب شاملة معها بما حذر تهران من أن أي اعتداء صيوني على أراضيها سيوجهه برد أقوى من السابق نقطة ختام هذا المعادل الإخباري قدمه لكم ياسين اللافغاليو هذا تذكير بأبرز عنوينه اليوم انتلاقوا فترة طعون في نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية صلاحية رئيس الجمهورية وأولويات المرحلة القادمة موضوع متابعة في النشرة وفي لبنان وفي أكبر هجوم صاروخي له حزب الله يستهدف مواقع ومستوطنات إسرائيلية ويؤكد جاهزيته للدفاع عن لبنان إلى اللقاء